هنروح لفريق السيدات لكرة اليد في النادي الاهلي والحقيقة كان عندهم مباراة مبارح مهمة مع نادي التيران في قيمة على صارة الأمير عبدالله الفصل بمقر النادي الاهلي بالجزيرة واستطاع الفريق نيفوس طبعاً بالنتيجة 25-20 نادي التيران عمل فرقة كويسة هقول لكم ليه يعني طبعاً الفريق بكيادة كابت المحمد عادل زولة وخلاص الدور التمهيدي خلص فيه خمس فرق تأهلنا إلى الدور الرئيسي بقى أو دور السوبر زي ما بيقول مين هم الخمس فرق سبورتنج سموحة الشمس التيران الشمس الزمالك التيران ومعهم الاهلي تمام خمس فرق تاني سبورتنج سموحة سبورتنج سموحة الشمس الزمالك التيران هيلعبوا رايح جاي وبعد ما نلعب رايح جاي هيتأهل أربع فرق عشان يلعبوا دورتين مجمعتين أو دورة مجمعة تحدد منها البطل يعني احنا دلوقتي عندنا خمس فرق طلعوا سبورتينج سموح الشمس الزماني الكتران ومعامل أهلي يبقى كده ست فرق هيلعبوا رايح جاي خمسة في اتنين بعشر عشر مطشات وبعد كده هيتأهل الاربع الأوائل الاربع الأوائل هيتلاقوا يلعبوا دورة مجمعة مش متزكرة دورة أو اتنين ولكن هي دورة واحدة دورة هيتحدد دورة وحيدة صح دورة وحيدة هيتحدد منها البطل يعني احنا هنتكلم من فضلنا على نهاية الدورة 13 مباراة عشر في الدورة وثلاثة في الدورة المجمعة كل التوفيق طبعا لكابت المحمد عادل زولة واللعبات والشكل بقى أفضل المتابع الفرقة الشكل بقى أفضل بقى فيه تناصق وتناجم جيد لأن الحقيقة الفرقة كانت محتاجة مباريات ومطش ورد تاني بتبقى أحسن بس المباريات دي خلاص مفيش حاجة سهلة سبورتينج سموح الشمس الزماني الكتران أتصور أن ما فيش مباراة تبقى سهلة لعندك في ملعبك ولا بر ملعبك